أشهد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم أشهد بالانعكاسات الإيجابية والنتائج الطيبة التي حققها البرنامج خلال دوراته الثلاث المتتالية نعم فالبرنامج أحدث نقلة نوعية في تحسين جودة وآلية تقديم الخدمات الحكومية المستدامة بكافة المراكز بأفضل صورة ووفق أعلى معايير الكفاءة والتميز في خدمة العملاء وتمخض عن برنامج تقييم الذي تم إطلاقه تنفيذا لتوجيهات سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي انعكس أثرها في نشر ثقافة التميز والابتكار والتحفيز بمراكز الخدمة الحكومية وعزز من مستويات التنافسية والإبداع بين المراكز بغية تطوير الأداء المؤسسي كما أسهم البرنامج في إحداث تغيير كبير في الثقافة السائدة والمتعلقة بممارسات خدمة العملاء في القطاع الحكومي من خلال حرص مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية على توفير خدماتها بصورة أفضل وبطرق إلكترونية وعبر قنوات بديلة متنوعة تختصر الوقت والجود عوضا عن الطرق التقليدية في ظل التوجهات الحكومية بالتحول الرقمي الشامل وأسهمت دورات تقييم الثلاث بإحداث نقلات نوعية في الخدمات الحكومية حيث كان لها أثر ملموس في حصول العميل على الخدمة الحكومية عبر المراكز الخدمية